الخبر اولي عادة على المشكلة اللي صارت بين صبا ولمة البنسبة ايش خاصة ما يعرفوا شين القصة راح تجيلكم ايها من البداية صبا فجرت قنبلة على تيك توك يا حباي بتنزيل شي كلش صادم ولي هو هذا التيك توك على اكبر اغني زاء 18 بالتيك توك سوفوا انا مرح اقدر اوضح لكم الكلمات لانه الصراحة كل زاء 18 ولكن بالمختصر انه اضو التناسل ينثوي في وجهك اللي هو شي زاء 18 بالبنية بوجهك هيك كلمات الاغنية راح اطلكم اياه شوفوه طبعا نص ساعة بس يا حباي بشانت كافي لانه كل المتابعين يتهجمون على الصبا بسبب تنزيل هذه الاغنية وخلوها انه هي تمساح هذه التيك توك ولكن شي صادم لي صاربعته ولي هو اللي ما نزلت شوية استوريات كانت اطلعت هاجم بيها كل الاشخاص المشاهير اللي يسون تيك توكات على غاني زاء 18 متل اللي يسويتها صبا وانه هذا الشي غلط ومفروض انه هو مايصير ووضح صارتاني من كلامه كانت تقصص صبا راح اطوكم الاستوريات شوفوها هيك فاش تغل فاش تغل عزيزة الانثة ديك تلحق الترنت على عيني وراسي بس انا بدي افترض حسن النية انك انت لما بتعملي ترنت على اغنية كلماتها مبتدلة وانحطاط بمعنى الانحطاط بدي افترض انك انت ما بتعرفي معناهم يا جماعة كل حدا على السوشال ميديا فيه ناس انتو مؤتمنين عليهم فيه اطفال بيتابعوكم فيه تينيجرز بيحضروكم اش بدكم توصلوا ولا هي بس قصة ترنت يعني اللي عم بصير جنان ومبالغ فيه وبستغرب لما بيطلعوا انه بنت عربية بس بصير توضحوا لي شو الهدف يمكن انا اولد فاشر بس اعتبروني اختكم اللي كبيرة يعني انا مش طالعة اني بدي اطخ بس لاني بدي اطخ لانه اوفر الموضوع زياني بعد صبا يا حباب طلعت وردت عليها برد ناري لما نزلت هذا الاستوري كاتبا اغنية الموسم وحطا اغنية اللي بيغار مننا يجي اعمل زينا ليتقصد انه لما هي غيران من عتف لهذا طلعت وهاجمتها بالاستوري تجفوه سماعتها مو اكثر بعد انها طلعت شوية استوريات بالنسبة الاشخاص قالت اللي يسألوني انه من هي تقصد بالضبط قالت الاشخاص الان يحبهم فرح اتصل عليهم وقلهم انتو غلطانين فهي انه عن مادة تحاول تبين ان احساسي ما تقصد صبا ولكن مية بالمية هي كان تقصد صبا يا حباب وطبعا هو كلامه صح فاليا المشهور رادم ينتبه وانه ما يسوي اشياء زي 18 على غاني زي 18 تيكتوك ولكن الصراحة كل الصادم سوى تلمى وهو الصراحة يكشف كل القصة شوفوا بالبداية خلينا انتفق انه اللي سويت الصبا هو يعتبر شي كلش غلط والشي غلط مفروض هي تنتبه عليه والحمد الله انه هي مسحة تيكتوك اما بالنسبة لماية يا حباب طبعا كلامه صحيح ولكن تسوت نفاق حركة نفاق بشكل مطبيعي بحيث لماية حباب حطت لايك الاغنية نفس الاغنية اللي سويت عليها صبا زي 18 الريل بالتيكتوك اللي هذي اللي بني يا حباب حتى كانت بتلا كومنت وحطت الها نار فالصراحة شي كل الصادم؟ طبعا هذا هو الريل تيكتوك وطبعا هو نفس الشي هام تشعر عليها فضيحا انه يحط لايك بالتيكتوك الهم نفس الاغنية ولكنها عساس طرعة توضحت قاتل انه تيكتوك لازمت وحدة اسمها آية ولكن هذي الانستجرام فهل ياتر هم من الانستجرام لازمتها آية وقاتل تحط لايكات؟ ماهدري الصراحة ولكن الصراحة يعتبر هذي نفاق ملخص القصة ايا حباب كلام اللي قالتها لما هو صحيح المفروض المشاهرين ينتبوون نفسهم بالتيكتوكات اللي يسووها لبنهاي او متابعين صغار يتابقوها ولكن واضح هدفي صراحة انه هي تطلع وتشووه سمعت صبا صبا مو اكثر وتحاول انه هي تنزلها انه هي غلطانة وصبا طبعا انهمين الغلطات فكتبوا للكومنتاج شو راكم اللي صار وانتو هي منو بالضبط بوصلوا يا حباب نوصلت لمقطع فجروا بطبلاكات وبس جاناكم فيها ازاي من قاتل مهيك القصاص احبكم مع السلامة